بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نحاول في هذه الحصة إكمال الدرس الثالث اللي عنوانه Properties of Pure Substance أو خواص المواد النقية نذكر أنه نذكر أنه المرة الماضية درسنا إيش درسنا كيرف وفي الحصة الأولى والحصة الأولى درسنا كيرف هنا في هذه المحاضرة رح نخلص الكيرف رقم ثلاثة اللي عنوانه PV Diagram بعد ما درسنا إيش درسنا TV Diagram و Saturation أو Pressure Volume Diagram هنا رح نشوف نفس الكيرف لكن في اختلاف بسيط يعني رح ندرس تأثير Pressure بالVolume الحصة الماضية درسنا إيش تأثير أو تغير Temperature بSpecific Volume أو الVolume هنا رح عندي أيضا ثلاثة خطوات First Step Path E F يعني من النقطة E إلى النقطة F At Constant Temperature هنا أيضا يجب الإشارة أنه نستغل على إيش نستغل على درس حرارة تساوي Constant أو ثابتة An increase in pressure will result in a rather significant reduction of specific volume يعني لو زودنا الضغط اللحظ إيش اللحظ إنه Specific Volume زاد هنا نفس الشي اللي سوينا في الحصة الماضية لما شوف هنا Specific Volume زاد بهذا المقدار لكن Pressure زادت بهذا المقدار وهناك يعني تغير بسيط في الضغط لكنه تغير كبير في إيش في Specific Volume طيب هنا يمكن نطرح السؤال هل من النقطة E إلى F عندي Liquid أو عندي بخار الماء يمكن هنا تكون الإجابة We will end up at point F ففي النقطة F where the gas will be saturated and the first droplet of liquid will appear فإذا هنا من النقطة E إلى النقطة F عندي إيش عندي غاز والنقطة F يبدأ أول نقطة سائل بالظهور فلهذا تسمى هذه النقطة طيب لو سألتكم السؤال هنا تسمى النقطة إيش Saturated Liquid أو Saturated Gas طبيعي جدا هنا رح يكون Saturated Gas طبيعي جدا ليش؟ لأنه هنا في النقطة F كنا أول نقطة سائل تبدأ بالظهور فتسمى Saturated Gas أو Saturated Paper أيضا في النقطة F إيش اللاحظ؟ اللاحظ أنه في توازن بين السائل والبخار لأن هذه النقطة تسمى Saturated Saturated كنا توازن الأثنين مع بعض من النقطة F إلى النقطة G اللاحظ إيش؟ إنه الضغط إيش يحدث له؟ الضغط يبقى ثابت لكن إيش يحدث هنا؟ يحدث إنه إيش شباب هنا Specific Volume إيش يحدث لها؟ طبيعي جدا Specific Volume هنا رح تنقص ولكن تنقص هنا نقدر نقول إنها بصفة مقبولة من النقطة F اللي قلنا هي إيش اسمها؟ Saturated Vapor إلى النقطة G اللي رح تسمى Saturated إيش؟ طبيعي جدا هنا رح تكون Saturated Liquid ليش؟ لأنه هنا قلنا أول نقطة سائل تبدأ بالظهور فهنا من النقطة F إلى النقطة G رح نحصل إيش؟ رح نحصل إنه الغاز أو الفيبر رح يتحول رويدا رويدا إلى إيش؟ إلى سائل فعند النقطة G تصبح رسائل 100% لكن كلمة Saturated تعني إنه هناك وجود أثر بسيط لإيش؟ للبخار أثر بسيط للبخار زي ما سوينا في الكروف الماضي الخطوة الثالثة Third Step اللي هي من النقطة G إلى فوق إلى النقطة هذه هنا إيش رح يكون عندي طبيعي جدا هنا بما أنه النقطة G فهى Saturated Liquid فمن النقطة G إلى فوق رح نتحصل على إيش؟ نتحصل فقط على Liquid لكن هنا للإشارة ألاحظ إنه تقريبا تقريبا الضغط تغير بسفة كبيرة لكن لكن إيش هنا؟ لو نزلت تيكير بهذا لاحظ إنه Specific Volume تغير بسفة بسيطة هنا فقط للإشارة طبيعي جدا بالنسبة للحجم للغاز يتغير بسفة كبيرة لكن للسائل تغير الحجم لو غيرت الضغط بسفة مقبولة أو سفة عالية يكون تغيره تغير بسيط تغير نعيت لو أنه الضغط تغير طبيعي جدا تغير Specific Volume بالنسبة للغاز تكون إيش؟ ملحوظة يعني تكون بسفة كبيرة لكن لما الضغط تغير بالنسبة للسائل إيش رح يكون؟ بالنسبة لLiquid تكون غير ملحوظة زي ما شفنا في هذا الجزء تقريبا هنا PV Diagram ولكن هذه التجربة تم إعادتها كم من مرة؟ If we repeat this experiment for different temperature بما أننا قلنا الكيرف الماضي لدرس حرارة معينة فرح نتحصل على إيش؟ هذا الكيرف T1 تقريبا هو نفسه اللي شفناه رح نغيّد درس الحرارة نفس الكيرف T3 T4 T5 وهكذا دوليك من النقطة هذه إلى النقطة هذه أو النقطة هذه إلى النقطة هذه إيش عندي هنا؟ عندي Saturated Liquid Vapor Mecture يعني خليط ما بين إيش؟ ما بين السائل وبخار الماء ولكن عند وصول إلى درس حرارة معينة اللي تسمى إيش Critical Isotherm أو Critical Temperature رح نلاحظ أن نقطة الفصل بين تغير السائل أو تغير الغاز إلى سائل أو تغير السائل إلى غاز أصبحت نقطة فقط ولكن هنا إيش نشوف عندي كيرف كاملة هنا نقطة فقط إذا زدنا درس الحرارة أو نقصنا درس الحرارة تصبح بهذا المكان هذا شيء آخر يدرس إن شاء الله بعدين هنا نكون خلصت هذا الكيرف فقط هنا سؤال بالنسبة لهذا الدياجرام الدياجرام يسمى Pressure Specific Volume Diagram أو PV Diagram درس الحرارة هنا تتغير أو لا تتغير يعني اخذينا أو اشتغلنا بدرس حرارة ثابتة أو تتغير السؤال الثاني اللي يمكن تطرحه هنا لما بدأنا بالنقطة الأولى عند specific volume مرتفعة بدأنا ب liquid أو غاز